كنا قلنا لحضراتكم أنه مبارح صدر قرار رئاسي بتشكيل اللجنة المعنية بدراسة أحوال وملفات الشباب المحبوسين على ذمة القضايا سواء حبس احتياطي أو في عرض لتحقيقات النيابة وذلك من أجل الإفراج عن من لم يرتكب عنفا ومن لم يحرد على الإرهاب أو يرتكب إرهاب مراعاة لظروف هؤلاء الشباب وانتوا عارفين أن ده كان واحد من قرارات سيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب اللي أنهى فعالياته مساء الخميس الماضي في منتجع شرم الشيخ وقلت لحضراتكم بمبارح تشكيل اللجنة اللي برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب ومجموعة من الأعضاء منهم طريق الخولي ومحمد عبد العزيز وكريم السقة ونشوى الحوفي ده الأربع عضاء بالإضافة إلى الرئيس دكتور الغزالي حرب ومدة هذه اللجنة 15 يوم بعدها ترفع تقريرها للسيد رئيس الجمهورية بملفات الشباب الذين يوصون بالإفراج عنه تبقى الإشكالية اللي أنا سألت فيها ضيفي مبارح الأستاذ طريق الخولي عضو اللجنة فيه إيه الآلية اللي حيستخدمها؟ الآلية الدستورية والقانونية اللي حيستخدمها السيد رئيس الجمهورية في الإفراج عن هؤلاء الشباب ليه؟ لأنه الدستور منح رئيس الجمهورية سلطة العفو سلطة العفو عن المحكوم عليهم يعني واحد دخل النيابة وتحقق معه وتحول للقضاء وخد حكم ويقضي فترة العقوبة رئيس الجمهورية بحقه بصلاحات الدستور أن يصدر عنه عفو رئاسي أما المحتجزين احتياطيا والمحقق معهم على ذمة النيابة مش من حق رئيس الجمهورية بالدستور الحالي اللي إفراج عنه لقاله النهاردة المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أنه يتم الآن من خلال وزارة العدل بحث الآلية القانونية التي تمكن السيد رئيس الجمهورية من العفو الشامل عن هؤلاء الشباب هل سيكون بقرار رئاسي بمشروع قانون ولا هيبقى عن طريق البرلمان لازم يتشاف لها صياغة قانونية احنا مع المصلحة ومع الإفراج بس مش عايزين بعد قرار الإفراج الرئاسي والعفو الرئاسي عن الشباب نقع في شبهة عدم الدستورية ونخش في دوامة فاحنا محتاجين نعرف ايه هي الآلية القانونية وحسنا نفعله ان هم ذهبوا إلى وزارة العدل حيروح بقى وزير العدل إلى خصم التشريع والفتوى التابع لمجلس الدولة ويقول مضاهات الدستور لمثل هذا الإجراء واعتقد قدامنا 15 يوم نقدر نعرف فيه ما هي الآلية التي سيستخدمها رئيس الجمهورية المهم عندنا انه المصلحة تتحقق والاف الشباب يخرجوا مع ان احنا لا نخالف الدستور تاي